احنا عادة بنفكر في عملية التنفس اللي هي respiration كعملية ميكانيكية فباللاحظ ان التنفس بشكل عام هو عبارة عن تبادل الهواء بين الرأتين والبيا الخارجية تبادل الهواء داخل الرأتين بيسمى external respiration اللي هو التنفس الخارجي في التنفس الخارجي الهواء اللي بيتم استنشاقه واللي هو الهواء العادي بيحتوي على 21% اوكسجين بيدخل الى جيوب صغيرة موجودة داخل الرأة وبيمر على الفور الى الانعوعية الدموية الصغيرة واللي اسمعها كابيلاريس يعني الشعيرات الدموية واللي بتكون محيطة بالجيوب الموجودة في الرأة في نفس الوقت سانوكسيد الكربون اللي هو الغاز اللي بيتم تكوينه نتيجة اتحاد الأكسجين والغذاء في الخلايا بيرجع تاني من الشعيرات الدموية الى الجيوب ويخرج في عملية الزفيل بينما يحدث التنفس الخارجي بين البيئة الخارجية والرأة بيكون في نوع تاني من التنفس بيحصل بين خلايا الجسم بشكل منفرد يعني كل خلية وحدها والشعيرات الدموية المحيطة بها التنفس ده اسمه زي انترنال او سيليلور ريسبيريشن لو التنفس الداخلي او التنفس الخلوي التنفس الداخلي بيتضمن تبادل الغازات على مستوى الخلايا خلال اعضاء الجسم حين الأكسجين بيمر من الشعيرات الدموية الى الخلايا وفي الوقت نفسه بيمر سانوكسيدي الكربون من الخلايا الى الشعيرات الدموية علشان تنقلها للرأتين وتخرجوا في عملية الزفيل نفس فكرة التنفس الخارجي ولكن مع اختلاف المكان بيدخل الهواء للجسم عن طريق الانف واللي اسمها موس من خلال فتحتين الانف واللي اسمه نوستريلز او نيرز بعد كده الهواء بيمر خلال التجويف الانفي واللي اسمه نازل كافيتي وبيكون مبطن بغشاء مخاطي اسمه ميوكس من بريم وشعر ناعم اسمه سيليا وده بيساعد في تصفيت الاجسام الغريبة وتدفية وترطيب الهواء وبيكون فيه الجيوب الانفية اللي هي برانيزل سينسيس وهي عبارة عن فراغات مجوفة بتحتوي على هواء داخل الجمجمة وبتكون متصلة مع تجويف الانف وبرضو بتكونوا بتطرق بغشاء مخاطي بالاضافة الى انتاج المخاط ووظيفة الجيوب الانفية هي تخفيف وزن الجمجمة وانتاج الصوت وانتصاص الصدمات بعد مرور الهواء من تجويف الانف بيصل الى البلعوم او الحلق ويسمى فارينكس او سرود البلعوم بيحتوي على ثلاث اجزاء اول جزء هو النازو فارينكس اللي هو البلعوم الانفي وبيحتوي على الفارينجيال تونسلز اللي أمه اللوزتين او اللحمية واللي اسمها ادينويدز وهي عبارة عن مجموعة من الانسجة المنفوية بتكون برزة اكتر عند الاطفال ولو الضخامة ممكن انها تسد مجرى نعوى تحت النازو فارينكس بيكون فيه الجزء الثاني وهو الأورو فارينكس اللي هو البلعوم الفمي وبيحتوي على البلعوم تونسلز اللي أمه اللوزتين الحراكية وهم كتلتين مدورين من الانسجة المنفوية القسم الثالث من البلعوم هو اللارينجو فارينكس البلعوم الحنجري ودوره انه بيكون ممر مشترك للطعام من الفم والهوى من الانف وبينقسم في آخره الى جزء ايه الجزء الاول هو اللارينكس او الفويس بوكس اللي هي الحنجرة او صندوق الصوت وجزء الثاني وهو الاسفوغاس اللي هو المريء المريء بيني للطعام من المعدة وشرحناه قبل كده في الجهاز العطني والحنجرة بتحتوي على حبل صوتية ومحاطة بقطع من الغضروف علشان يدعمها ويقويها ويخلي مجرى الهوى دايما مفتوح واكبر غضروف موجود معروف باسم ادمز ابل اللي هي تفاحة ادم وبسبب ان الطعام الشراب لما يدخل من الفم والهوى يدخل من الانف ويختلطه مع بعض في البلعوم ايه اللي يمنع وصول الطعام الشراب الى الحنجرة اسماء البلع واللي ممكن يسبب انسداد في مجرى الهوى يؤدي الى حدوث اختناق السبب هو وجود لسان النظماء واللي اسمه ابو جلوتز وهو عبارة عن جزء غضروفي متصل بجدر اللسان اثناء البلع بيقفل الحنجرة ويمنع وصول الطعام الشراب الى الرئاتي الهوى بعد كده في طريق الاللغتين بيمر من الحنجرة الى القصب الهوائية اللي هي تراكيا وطولها حوالي 13 سنتيمتر وقطرها حوالي 2.5 سنتيمتر وبترضى المفتوحة بسبب وجود من 16 الى 20 حلقة غضروفية على شكل حرف السي بيفصل بين انسيك ضم علشان يقويها من الامام والجنب الميديا ستينام اللي هو المنصف وهي المساحة الموجودة في منتصف الصدر في المنطقة دي بتنقسم القصبة الهوائية الى فرعين برونكيل تيوبز او برونكاي الشعب الهوائية اليمنى واليسرى والمفرد منها هو كلمة برونكاس يعني شعبة هوائية واحدة وهي عبارة عن انبوبة محاطبة حلقات غضروفية وجدار عضني وكل أصب هوائية بتؤدي الى رياة منفصلة وداخل الرياة بتنقسم وتنقسم الى أنابيب اصغر زي فروع الشجرة لحد ما تنتعي بالبرونكيولز اللي هي القصيبات الهوائية وبتنتعي الكصيبات الهوائية بمجموعة اكياس او جيوب هوائية صغيرة اسمها الفيولاي يعني الحويصالات الهوائية والمفرد منها اسمه الفيولاس مجموعة الحويصالات الهوائية داخل الرئاتين حوالي 300 مليون حويصالة هوائية وتملغ المساحة الاجمالية لجميع الحويصالات الهوائية تقريبا حجم ملعب التنس كل حويصالة هوائية مبطنة بطبعه واحدة من الإبيسليام وبيسمح جدارها الرفيع بحدوث عملية تبادل المثازات بين الحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية المحيطة بها الياريس روسايتس اللي هي قرات الدم الحمرة بتاخد الأكسجين من الحويصلة الهوائية وتوزحها لخلايا الجسم وترجع تاني بساني متشد الكربون للحويصلات الهوائية الموجودة في الرئة كل الرئة مغطأ ومحاطة بغشاة مزدوى جسمه بلورا يعني غشاة الجنب الطبقة الخارجية من البلورا بتكون أقرب للضلوع واسمها برايتل بلورا غشاة الجنب الجداري والآرب للرئة اسمها بيسرال بلورا بيفر السائل بيسائل حركة الرئتين داخل تجويف الصدر الرئتين داخل القفص الصدري مش صورة معكوسة بمعنى انهم مش متطبكين الرئة اليمنى اللي هي رايت لانج هي الأجور وبتحتوي على ثلاث فصوص والرئة اليسرى اللي هي الليفت لانج هي الأصغر وبتحتوي على فصي الجزء العلو من الرئة هو القمة واسمه إيبكس والجزء السفلي هو القعدة واسمه بيس الهايلم هي الملطقة المركزية في الرئة واللي بتدخل وتخرج منها نوعية دموية والعصاب والانسجة اللينفوية والشعب الهوائية الرئتين بيمتدوا من الطرقوة في الأعلى إلى الحجاب الحاجز للأسفل داخل التجويف الصدري والحجاب الحاجز أو الدايفرام هو حاجز عضلي بيفصل الصدر عن تجويف البطل وبساعة عملية التنفس وبيتقلص ويعبط الأسفل أثناء الانهاليشن أو الانسبيريشن اللي هو الشعيق ويصعد لأعلى أثناء الانكساليشن أو الانكسابيريشن اللي هو الزفير خبوط الحجاب الحاجز الأسفل بيوسع منطقة تجويف الصدر وده بيقلل ضغط الهواء في الداخل بحيث يتضفك الهواء من الرئتين لمعادلة الضغط وده بيسمى الشهيق ولما الرئتين تتملأ بالهواء بيرتاح الحجاب الحاجز ويرتفع فبيزاوض ضغط الهواء في الداخل وبالتالي بيطرد الهواء للخارج لمعادلة الضغط وده عملية الزفير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة